منظف عجيب كالسحر غينستيك بزاف دي المنتجات وغي عود لك الكثير وغادي هنيك من أصعب المشاكين خليك معي للآخر باش شوفي فاش غنستخدموه وفاش غيفيدنا استعمالات متعددة ومبهرة ويلا هنبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام رحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بيخير وعلى خير يارب ارجعت لكم اليوم فيديو جديد وستعمالات عجيبة ومتعددة لهذا المعجون الرائع كنتمنى بفعلان الفيدكم اخليكم معي باش كشاشفوها وكنشكركم بزاف زاف على المتابعة متنسونيش بلايك والبارتاج وكنتمنى لكم فرجة ممتع سنبدأ وبسم الله على بركة الله باول استعمال واول فكرة وهو انه سيحيد لنا الحبر او الاستيلو من الملابسي الاطفال كما تشوفوا معي هذا الوزرة او الا الطابلية عندي فيها هنية كما تشوفوا معي بقيوسها هنية بستيلو يعني وخا تكون ديجا مصبرينها كي حيد هاليكم هاد المعجون الخطر غير كتدهنو كدرو فركة خفيفة وكتشللو يعني بلا ما تحتاجوا لمعجونة الاسنان لا صفونة المنجلة ما سخول لتشي حاجة يعني فعلا هنتم ما تشوفوا نتجا قد تامعينيكم وخا يكون الحبر كتير ولا قليل ولا قديم ولا جديد راه بسرعة كي تحيد يعني غير فركة خفيفة وغادي ندير غيش ويتسائل الآوني في الآخير غير باش تمشي لي هاد الرائحة دي هاد المنسوج هادا اللي هو ريحتو بحل دي طول كنتمنا فعلا هاد النتيجة انها تنال اعجاب ديالكم انا غا نشلل ونرجع معاكم يعني ما كتحتاجوش نهائيا الوقت وما كتحتاجوش المجهود يعني فعلا شاعتكم نتيجة فورية ومبهيرة عانتما كيبا كتشفو معايا يعني كتخلصو من الحيبر ومن قاعدة شي كيكون عندكم يعني وخا تكون مالا بيسمو الوانا وخا تكون يعني في الجين في الطابلية في اي حاجة في الجاكت وراح كي حيد لكم الحيبر في الماكان كنتمنا فعلا هاد الفكرة اللي هو لا تفيدكم باقي افكار اخرى كلها بتطبيق خليكم معي للاخر ونزل الفكرة الثانية بالنسبة الفكرة الثانية كي ما كتشوفو معايا على الحداء الرياضي بعد المرات يعني كيكون عندنا رزقم له هاد الحداء رموسخ يعني في الاسفل كيكون عندنا هكا شي زرقية او لكحولية يعني بكسبوش تحيد وخا ما نخلي ومنديرو بالاخرس هكا اللي كي يبشو بهم الاطفال للرياضة غي كي سمسحو هاد المعجون الخطير او كدوزة تدويزة خفيفة او كل شي كي يطير كي يرجع كيلما وغانا اعطيكم احد نصحة الاسبرديلتك يعني ضروري مزغس لهم وخا غير مرف الأسبوع الاقل تترشوهم بكربونات السوديوم لاحظو ما هي النتيجة المبهيرة فقط دخلتها للنصحة هذه كشوف الناس اللي كي قدرها بكيتسبنوش كي كانت قالت مزيانة او لاماشين مزيانة يعني ضروري ضروري مزغس لهم ترشوهم بكربونات السوديوم ومسحو قديل تسبين ودخلوهم في لاماشين وتمشوهم مزيان وتحيدو لهم ذاك اللغشري كي يكون الداخل يعني رهم كي يكونوا عامرين بالبكتيريو بالعرق يعني باش تفادوا الامراض الاطفال لديكم ينتظر الفكرة الثانية وهي كي ما كتشوفوا معي يعني هاد القرصة ولا نقاصة مكل واحد شنو كي يسميها والجوانب ديالها سواء كانوا الجوانب غي حيط عادي او لا فايونز ارها ما كي يتخدش وما كي يتأثرش به هاد المنتوج فعلا كي يعطيكم احنا نتيجة مبهيرة بلا جيكس بلا حلفة بلا يعني بلا مجهود بلا تشي حاجة غير كتدهنو وكتمسحو وكذلك ما تكونش يعني ما ستخافوا ولا خطر لواليو لان ما كتديروش الماء ولكن يعني كي ما كتشوفوا معي انا غادي يعطيكم احنا نتيجة خطيرة ويخلصكم حتى بدوك الاوساخ ودوك البصامات ويكشي كيكونوا في الجوانب وكلش دبا غادي نمسح وغادي تشوفوا معي النتيجة النهائية فعلا كي يعطي واحد للماء خطيرة وهاد المنتوج كيستحق يكون عندكم السيدة باقي الفكار اخرى وباقي استعمالات اخرى بما تشوفين فعلا غادي يفيدكم وغادي تشيروه اليوم قبل غدا بالنسبة لهاد النتيجة كي ما كتشوفكم انتمنتنا لريضة ديالكم دبا ندوزو الاسعب المشكل كذلك اللي ك نوجهوه مع الاطفال ديالنا وهو انهم كيديرو لنا الفاتر او الا الاقلاء ملونة والحيبر ولا ممثلوا اي حاجة دروها اللي يكون في الحيط بالنسبة لهاد المكان انا عندي هنا يحدى البصامات كي مشوف الاوساخ والحيبر كل شي ولكن بفضل لهاد المنتج هادا كتخلص من هاد المشاكل هادى في دقائق بلا مجهود والاهم انكم ما كتخسروه الحائط يعني ما كيتخدش ما كيفقدش ديك الجمالية ديالو اه شنو كتديرو يعني ما تجيبوش نهائيا شي حاجة حرشة انا وريكم هانا واحد طنجة ولكن نشو ما استعملو غير واجهة رطبة يعني هاد المكان الحرش اللي لانا كينش شي حاد كيكون حساس بسرعة كتخسروه ديرو غير مكان رطبة او اللي يجيبو غير شي فوتا رطبة ومسحو يعني فعلا كل شي كي طير بحل السحر يعني هاد المنتج هادا فعلا قد يعودكم على بستافتي المنتج هادا وغير بثمانية درهم هاد الصغير هادا كنتمنى فعلا ايفيدكم ننتج هادا ولكن للامانة يعني ضروري ما تحلو الشرجم وضروري احتياط يعني واجب باش ان انسان مش يقول راه غير ريحتو يعني ما مجهداش بزاف لا لا ضروري ديرو الكمامة وضروري من اللي قات وضروري من التهوية من نسبة الناس اللي عندهم اكا حساسية او لدي اقتنفوس او لتالي الناس اللي عاديين يعني باش ديما لاحتياط واجب ماشي غير نضفون نسا وستحدي لنا ولكن ضروري الماكة اللي بتيت نضفي فيها لا تحلو الشرجم وضروري كنكررون عود لانا بزافد الناس ركي يعانيهم من هاد المشكل هادا وكي قدر لا يتسبب لهم هاد المنتجات فيش مشاكل صحية ضروري لكم اما وضروري اللي قاتت نتمنى الناتجاتنا الاعجاب ديالكم والحاد كيبقى اه تيشال ما كيتتغيرش نهائيا بالنسبة هاد الاستعمال اللي غتشوفوا معي دي جادت لكم فيديو خاص فقط بتنجمع لكم بعض الاستعمالات يعني وما هو ورا عنده استعمالات كتير ومتعددة بالنسبة الاواني المحروقة يعني بلا ما تحتاجوا يعني تاك المحاين والحكان ومدة طويلة ودير وخلط وخلط خلطات هذا كافي هيك الدهني هيك تخليه مدة ديال خمسة دقايق او كترجعي كتبقي غد وزي تدويزها خفيفة كل شي كي رجع كيشال وكل شي كي رجع جديد بالنسبة لها تنجرة كماشو معي غنجيب حتى واحد الاني اخرى واحد الكاثرون اخراتي محروقة وهد الحرق القديم اللي بنات خليتها يعني مقصودة باش انا يتشوفوا هاد النتيجة هادي كندهن وغادي تشوفوا معي يعني تدويزها خفيفة وغادي تشوفوا كل شي كي رجع كيشال ما شاء الله بالنسبة اللي بغيتوا بالزاب د منتجرة رديجة تقاسمتوا معاكم وحيال اخرى مرحبا بكم دخلوا القناة وشاركوا فعلوا الجرس بالسائما بتوصلوا بكل جديد ده بغادي ندوز كما تشوفوا معي نجيب غيب كونجار طبا يعني لا داعي للجيكس ولا تشي حاجة لاحظوا معي سافي كندوز دويزها خفيفة وكل شي كي ولي ما شاء الله كيشال كما كتشوفوا معي يعني ما كندير لمجهود لا تشي حاجة وخيكو الحرق قديم منسبة الاولية كتكون محروقة يعني كتلقوا معا صعوبة وكتمحنا هذا راكي يسهل عليكم بالاخص يلا عندكم الوقت خلي واحدة ساعة ولا ساعة على حسب باش انه يسهل عليكم وتجيو يعني تلقاوه صفير طاب بالنسبة لهاد الاواني كما تشوفوا معي هاد الاني قديمة لاحظوا هاد الحراق بسرعة كيتحيد يعني فعلا هاد المنتجرة كالسحر ده بغادينا نكمل هاد الاواني ديالي غانشل لهم تشوفوا نتيجة نهائية وكدلك نتقاس معكم استعمال اخر وباقي ان شاء الله بزاف ديالستعمالات غيباش ميجيكمش فيديو طويل نقدر مدي لكم فيديو اخر خاص بالتن يعني فعلا هاد المنتجر خاطر لاحظوا معي بعد ما نشوفتهم لاحظوا ضروري اينوكس كي يحتاج تنشفوه لاحظوا هاد النتيجة المبهيرة فعلا الاواني ديالكم كترجع كتشعل ما شاء الله ده بغادي تشوفوا معي استعمال اخر كذلك وفاش غادي نستخدموا هاد المنتج هذا بالنسبة للبوطة يعني لاحظوا البوطة هاد الحروق هدي وخد تكون صعيبة كتخلصوا منها يعني بسرعة بلمجهود حتى هاد العيون هادو ديجا هاد الفيديو تتقاسمتوا معكم اخليكم الرابط دياله في ص صندوق الواصف يعني غير كدهنوا البوطة ديالكم اه بعد دقائق يعني كدوزولات دويزة خفيفة كترجع كتشعل هلا غنوريكم نتيجة نهائية فقط خصصانا للوقت لاحظوا معي يعني نتيجة مبهيرة كترجع البوطة ديالكم كتشعل بفضل هاد المنتجر السحري وكذلك عمدوا استعمالات متعددة انت هادرو بإذن الله الجزء الثاني واستعمالات اخرى لهاد الفيديو هادا ما غاديش يعني توقعوها فعلا استعمالات عجيبة ورائعة وكي قدحت على الدهون في المطبخ اخوه بزاف بزاف ديال السيمانات بقي ان شاء الله نتقاسمه معكم كذلك بط الطباق غير باش ميجيكمش الفيديو الطويل كنتمنى هاد الافكار هادى اللي تقاسمت معكم اليوم هاد الحيا لانهم يفيدوكم تكونوا استفتوا ولو بالقليل ولو فكرة واحدة انها تناع الإعجاب ديالكم وهاد المنتج مكان دياليش الاشهار فقط جربته اعجبني غير يعودكم على بزاف ديال المنتجات وهنكم من بزاف ديال الخلاطات فقط غير ما تنسوش لكم ما ما قول ليجات حفظنا للسلامة ديالكم باش دائما اي ديال منتج يعني استعملتم شي غير هذا دائما ديروا الكمامة وديروا الليجات باش تحفظوا ودائما التهوية هناك يكون الفيديو ديالنسا لو كنتمنى الحصة تكون خفيف فضريفة على قلبكم تكونوا استفتوا ولو بالقليل وللمزيد من الحيال والافكار المنزلية اللي تسهل عليكم حياتكم اليومية مع لكم الا بزيارة القناة وتفعل الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد وانتظرو الجديد ديالي ما تنسونيش باللايك والبرتاج والحصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديج شكرا نل موطيبا